قالوا تفضل قالوا السلام عليكم شيخ وليدي شونك وعليكم السلام حضرك شيعي نعم نعم شيعي تفضل اليوم على الموضوع لماذا سميت نرجس بحوالي دلوقتي احنا وصلنا لكلم اسم انا عندك واحد اثنين تلاتة اربعة خمس ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اثناشر اسم اختفاء المهدي بالنسبة للمهدي كذلك اختفاء حتى لا ينقتل اول شي اختفاء المهدي فاما كذلك هم ما تنعرف امه بس خلاكمل سالفتي وانا قلت جنبك انت بتشكل مع دمان وزشف بس دقيقة اختفاء اسم امه حتى لا تنكتل فاجت اسماء اهوالي لحد الان ما حاجة يعرف الاسم الحقيقي لان اذا نعرف الاسم تنكتل راحة مثل ما اختفى المهدي جميل او انت بتقول دلوقتي بتقول ان اخفاء اسم ام المهدي حتى لا يقتل المهدي صح لا تقتل هي المهدي راح يختفي اول وتالي طبعا معلش يعني دلوقتي واحدة موجودة في الضار واحدة موجودة في الضار ما الحكم ان انا نسمي 11 اسمه واحدة بس لا لازم حتى يتمويه هذا بين الاسم حتى لا تشخصيه يبقى عندك الحسن العسكري كان عنده 11 جارية صح ايه حلو قوي ايوه يا جدعان ايوه يا جدعان ايوه يا جدعان ايوه يا جدعان عشيه لما يقعه مش حاسس اتفضل كمل الحسن العسكري عنده 12 جارية 12 جارية ب 12 اسم وقول عنده اربع زوجات يعني عنده 14 وحدة ويعينه مظلوم ومضطهد ياه ياه مين يا اخوانا يدينا الاضطهد دوت مين مين يدينا الاضطهد دوت انا نفسه اضطهد كده من زمان حد يقول لنا الاضطهد ده طريقه من اين 12 جارية واربع زوجات يعني 16 امرأة في دار الحسين الحسن العسكري وفي الاخر عين الرجل مش قادر ينشر الشريعة جاب هذا الموضوع على الموضوع انا دماغي بتفكر شوية بس يعني انا دماغي بتفكر شوية بس بس دقيقة بس دقيقة انا قلت لي ليش ام اما ما معروف بدل لدماغي الخيال العلمي شوية يعني اه قلت لي دماغي ادماغي فكاري شوية فكاري مو قلت ليك المادي لازم يقتل يعني ذا ظهر فهو اختفى فاذا انا عرفت اما هم تقتل فظلت الاسماء محد يعرف اسم امه ويبعدك المسألة يعني خليك انت راجل شابه زكي المفروض تمام ولا الزكاة بس في الترقيب والوقفة على الامة خليك زكي معايا دلوقتي يعني نحاول نشغل الزكاة شوية هل من الممكن ان يقتل المهدي او لا يخرج المهدي من بطن امه والمهدي اساسا حيقيم الحروب والملاحم يعني هل من الممكن المهدي يقتل وهو طفل طبعا يقتل اكيد ازاي يقتل وهو طفل اساسا والمفروض ده المهدي ده يعني يفضل موجود لحد متأتي الساعة ولن يموت الا ان ياخدوا الحروب والملاحم لا 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 يقتل يقتل ماكو مستحيل ازاي ممكن يقتل يا ابني والله عز وجل بشره والنبي بشره ان ستفتح على يدي كذا وكذا 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 سيؤمن ازاي اذا ما يقتل ليش الله خفاه يعني بهذا الموضوع ня عم Excal Iraq prawns طبعا اكيد يقتل الله خفاه يقتل الاكيد اسماعيل انا دلوقتي وليد اسماعيل انا وليد اسماعيل أهاهو تمام اللي بكلمك ربنا بشرني ربنا بشرني كذا وبشر او يا ومي وقال ان وليد اسماعيل ده هيكبر فيبقى كلك ويعمل برنامج والبرنامج يسميه وليد اسماعيل ويكلم فيه شيعة هل منها ممكن وليد إسماعيل يموت هو صغير؟ زي انت شيخ وليد هسأت ليه حيثت الموضوع؟ احنا مو معهل أمه شو تطفرت على غير موضوع؟ انت الظلور الطفرون كم مرهي عن الطفرون؟ انت حشيت لا على أمه حشيت على أمه انت حشي انت موضوعه على أمه صحيح مات stresses يقتل موضوع لك من الممكن أن يقتل إذا هو صغير لما هو لو قتل وقت غير الساحرة. وانت جيبتني للكلام. نحن نحشي علىprogram. احنا نحشي على prejudic. احنا نحشي على اما انت جيبتني للكلام. احنا يحشي على امو. انت معرف اما. انت بتحشي بتقول ان ام اخفت وهم اخفوه عشان لا يقتل؟ كيف يقتل اساساة؟ يعني اذاك باقتناعك. باقتناعك يعني باقتناعك. باقتناعك بفكرك. بفكرك يعني اما ما اعرفه ما حاجة عارف أمي باقتناعة كتن فكرك يعني خلاص ممكن أكلمك أنا ممكن تفتح لعقلك بس ممكن تفهم يا اقنعني يعني ده ما عارف أمي حقنعك إن شاء الله ماشي أولا النبي صلى الله عليه وسلم بشر في التوراة والإنجيل أنه سيأتي رسول اسمه أحمد ماشي هل يستطيع أحد قتل النبي صلى الله عليه وسلم هو صغير لا ما ما حاجة يستطيع غير هاي نبوه هاي من الله المخصص من الله سبحانه وتعالى ما ينقصر لا ما حاجة تشغل دماغك تشغل دماغك من ربنا عطالك الآن الله عز وجل بشر برسول سيأتي اسمه أحمد هل من الممكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل وهو صغير لا ما يقتل ليه ما يقتل لأنه لازم يبقى فيه رسول صح طبعا كيه نعيد بقى نروح بقى على المهدي الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم بشروا الأمة إن فيه المهدي ده حي يجي وحينشر العد بدل الزل هل من الممكن المهدي يقتل وهو صغير لا ما يقتل خلاص بس جهبت على نفسك فكر بقى في اللحنة ولناه شكرا لك